يواجه العديد من الشباب العاملين بمهنة النظافة جملة من التحديات والمصاعب أهمها نظرة الاجتماعية من قبل الناس لمهنة عامل النظافة بالإضافة إلى الصعوبات التي تتعلق بالمخاطر الصحية ومواجهة التقصي في العراق فضلا عن قلة الراتب الذي يتقاضاه عامل النظافة إذ منهم من يضطر إلى ترك دراسته بسبب الظروف الاقتصادية يعاني أغلب عمال النظافة من رمي المواطنين نفاياتهم بالاعتبار لمن سيخلصهم منها وعلى الرغم من وجود حاويات خصصت لها إلا أن أغلبهم ينثرون هذه النفايات على الأرصفة والطرقات ويقوموا بقذفها بعشوائية في ساحات متروكة لتدكدس هناك مما يصعب على عامل النظافة رفعها ينتج العراق يوميا أكثر من 30 ألف طن من النفايات لكنه ما يزال إلى الآن يفتقر إلى تطوير التعامل معها بطرق مناسبة ليتخلص منها عبر دفنها بطرق عشوائية لتجعله يمر بأزمات صحية وبيئية فضلا عن خسارته والدات ضخمة كان من الممكن تحصيلها من خلال إعادة تدوير هذه النفايات والاستفادة منها